يتجسسون علينا هكذا توحي تركيا عندما تسرب أجهزتها الأمنية معلومة عن اعتقال رجلي استخبارات يشتبه في تجسسهما لمصلحة الإمارات العربية المتحدة لا تسرب الدول معلومات بهذه الحساسية إلا لأهداف ثقيلة فهل تستبق تركيا عملا تجسسيا إماراتيا بما يؤدي إلى ردعه؟ أم أن ربط الاعتقال بقضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشغجي هو إعادة فتح اشتباك سياسي جديد كجزء من معارك الوكالة والتمدد بين الطرفين في شمال أفريقيا وقرنها على غير جبهة يتمظهر الصراع التركي القطري من جهة السعودي الإماراتي المصري من جهة أخرى هكذا يفهم البعد الإقليمي لهجوم الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر المدعوم من السعودية والإمارات ومصر على طرابلس التي تديرها حكومة المفاق المدعومة من تركيا وقطر وبالبعد نفسه يمكن تحليل أحد الأبعاد الإقليمية للأزمة السودانية فليس سرا أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان مقرب من الإمارات وليس سرا الصراع على جزيرة سواكن التي منحها الرئيس المخلوع عمر البشير لتركيا إضافة إلى التوقيع على بناء أكبر مطار في أفريقيا في السودان وإدارته تركيا لثلاثين سنة في مختلف الأزمات تقف أنقرة وأبوظبي على طرفين قيد لا يخفى الذعر السعودي الإماراتي من العلاقات التركية القطرية ليس فقط بما توفره من غطاء إقليمي لتيار الإخوان المسلمين بل لوجود قاعدة عسكرية تركية في الدوحة كان لها دور في نقل الأزمة الخليجية إلى إطارها الإقليمي الأوسع بدلا من حصرها خليجيا بما يمكن الصعودية وحدفاءها من استفراد قطر عسكريا يبرز أيضا صراع السيطرة على الموانئ المطلة على خطوط تجارية دولية في باب المندب وخليج عدن وبحر العرب والبحر الأحمر فيما تتقدم الإمارات في قناة السويس عبر اتفاقاتها مع حليفها المصري الحرب الإعلامية بين الطرفين تعكس جزءا من المشكلة لكنها في العمق تكسر كل من رواية الإعلام السعودي والإعلام الإماراتي عن دور إيران وتدخلها كسبب لأزمات المنطقة إذ تبدو تركيا بلحاض صراع المصالح أخطر على السعودية والإمارات من إيران ضمن صراع يبدو في عمقه منافسة على مكانة عالمية تتطور بين إسطنبول ودبي كمدن يدار منها قسم كبير من تجارة العالم